مشاهدين ننتقل معكم على الهواء مباشرة لنقل وقاعة مؤتمر الصحفي على همش مؤتمر الحزام والطريق للرئيس الروسي فلاديمير بوتن في هذه الأزمة بشكل رسمي فلا يمكن تصديق من يقول بأنهم لا يملكون لا تملك الولايات المتحدة علاقة لهذه الأزمة فهي تملك هذه المسؤولية فكذلك لديهم مسؤولية فيما يجري بشرق الأوسط فقد قامت الولايات المتحدة بتعزيز المجموعة الضاربة في البحر المتوسط وفقا لقراري ستقوم القوات الجو فضائية الروسية وعلى أساس دائم بمراقبة في المياه الاقليمية الوضع في فوق البحر الأسود وهذه المقاتلات لديها صواريخ كنجال ومدى هذه الصواريخ أكثر من ألف كيلومتر وتسعة ماخ بحري جريدة كوميرسانت، دهريد كوميرسانت، هل يمكن التخمين والتكاهن لأنه بعد النزال إسرائيل الفلسطيني سيتم إنشاء دولة فلسطينية وكيف يمكن القيام بذلك؟ لأن هناك فلسطينيان متنازعان فيما يخص دولتان فلسطينيان هذا مبالغة ولا يمكنني أن أتحدث عنها كأنهما في النزاع بين بعضهم البعض وردد الفعل من قبل رئيس أباس تشير إلى أكثر ذلك وهذا لا يعني أنه لا يجب من غير ضروري رفع المستوى التكامل بين جزئين من فلسطين فيما يخص إنشاء دولة فلسطينية باعتبارنا لو لدينا موقف مبدئي وغير مرتبط بالأزمة الحالية وكنا دائما ندعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية مستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ونتحدث عن ذلك من زمان والمجتمع الدولي يتحدث عن ذلك من زمان أيضا منذ عام 1947 وهل ستساعد الأزمة على حل هذه المشكلة إذا كان كذلك ليكون صحيحا لأنه بهذه الطريقة فقط يمكننا التواصل للسلام طويل المدى ولا يمكننا استبدال المشاكل المصيرية للشعب الفلسطيني بحل المشاكل غير مهمة كما حولت الولايات المتحدة هذا أمر مستحيل تماما دعونا نأخذ سؤالين وكيفا وكالتات أمس التقيتم مع رئيس وزراء المجر وخلال اللقاء تحدث بأنه تحدث حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا وبعد الحديث معكم كما قال بأنه لم يكن متأملا فما الذي قلتم له ولماذا أوربان قد فقد تفاؤله وهل تمكنتم من التحدث عن هذا الموضوع نعم لقد تحدثنا بشكل سريع عن الأوضاع وخاصة الأوضاع في سربيا ونحن نقاسمهم هذا القلق أما فيما يخص رئيس الوزراء أوربان فلا يمكن القول بأن تفاؤله قد اختفى فالسيد أوربان هو رجل برغماتي ولا أعتقد بأنه قد فقد أمله وتفاؤله ولكن موقفا في هذا الجزء من حديثنا واضح ولا وجود لسر هنا وبشأن آفاق التسوية السلمية فقلت له ما أكرره دائما بأنه إذا كانت جانب الأوكراني يرغب بالمفاوضات لا بد من فعل ذلك ليس من خلال إشارات مسرحية وطرق مسرحية أولا لا بد من إلغاء القرار بإلغاء أو حضر المحادثات والمفاوضات مع روسيا وأظن أن هناك بعض الحديث عن ذلك والزملاء الذين كانوا يقولون سابقا بأنه يجب أن نخسر روسيا استراتيجيا على أرض المعركة فقد غيروا لهجتهم اليوم ويقولون بأنه لا بد من إجراء المفاوضات وبالتالي هذا تغير في المواقف ولقد حمدت في هذا التغير ولكن هذا غير كافي لأنه لا بد من إتخاذ خطوات إيجابية وعملية في ذلك وإن تم اتهام السيد أوربان بأنه موالي لروسيا فهو سياسي مجري بحث وبكل معنى الكلمة ولكنه يدعم وليس لأنه موقفه متغيرة عن مواقف الدول الأوروبية الأخرى ولكن لأنه يملك تلك الشجاعة وتلك الرجولة التي لم تعد موجودة في أدول الغربية وبالتالي فهم يحسدونه وبالتالي يتهجمون عليه لقد أشرت إلى شخص آخر ولكن أطرح سؤالكم الرئيس الأمريكي تحدث بأن الحرب قد خسرتها روسيا والمهمة لدى الولايات المتحدة هي توحيد أوروبا ضد روسيا كيف يمكن تقييم ذلك إن كانت الحرب قد خسرت فلماذا يسلمون التاكمس وغيرها من الأسلحة إذن دعوهم يسحبوا جميع الأسلحة ويأتوا إلينا لشرب الشاي فإن خسرنا الحرب عن ماذا يمكن التحدث هنا ولماذا يقدمون التاكمس فهذا مضحك جدا هم يخص شرب الشاي وموندو ساعتين وثلاثة ساعت